هاي كيف كون؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذرة راح حاول أحكي في عن الأحوال العاطفية لإلا كل شارك ورح تحدث كذلك عن الوضع العام بس راح تحكز أكثر على الوضع العاطفي راح تحدث كذلك حتى عن العذاب راح نشوف شو بيخبأ لون شهر جون هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسيق قمري الطالع وفي إمكانية تكون القراءة كثية وخاصة في الوضع العاطفي بداية تانية برج العذرة عمشوفك كأنه أنت عمشوفك كأنه عم تراقب شخص أو معجب بشخص هذا الإنسان ممكن يكون عنده أطفال ممكن ما يكون بس يعني روحه طفولية أكثر وشخصية متوازنة شخصية ناجحة جدا ممكن إذا ممكن تكون بعلاقة معه ممكن ما تكون بعلاقة وعم تراقبه لهذا الشريك عمشوف في رغبة أنه تكون متزوج معه أو تكون بعلاقة بالنسبة لهو فعمشوفه شخصية ممكن يكون برج للردي ممكن كذلك حتي يعني عم نتلالي برجة رعبية أكثر بس ممكن يكون شخصية محبة للجنس إنسان بحب أن يكون بعلاقة جسدية أكثر وعم نشوفه ممكن إنسان يعني هو مادي جدا يؤمن بالأشياء المادية الأرضية إنسان أرضي يعني إنسان ما بيؤمن بالعلاقات الحب والجميل وكذا إنسان واقعي آآ بيؤمن بالنجاح المادي الفلوس يعني أي شيء يمسك باليدي آآ فهو يؤمن بي حتى يعني العلاقات الجسدية هي بالنسبة له كل شيء أوكي آآ ممكن عم شوفه كذلك شخصية متملكة شخصية بتحب كل شيء كل علا ما بتحب إنه تعطي أكتر هي بتاخد أكتر ما بتعطي آآ عم شوفه كذلك يعني هذا إنسان ممكن أنتو كنتو على علاقة من الماضي أوكي بس خسرتو بعض ما عم تحكو مع بعض أوكي عم شوفه لسه بيحمل مشاعر تجاهك لسه عم يتذكر الماضي لسه عم يتذكر للأشياء التي حصلت بالماضي آآ لسه شاي يعني لسه يعني البوحي تجاهك. أما أنت ممكن عم شوفك آآ آآ بدك انو ترجع ممكن كنتو متزوجين يعني مبين منو هذي القراءة كنتو متزوجين وبدك انو ترجعو الأمور بس لسه قلبك ما خدوش من جوع اوكي لسه تكما جوع من من الماضي ومن الجروح الماضي ما عم تقدر انو تتطلع للأشياء المستقبلية دائما ايه اوكي بدك انو ترجعو لبعض بس ممكن اوقيت عم تتذكر شيء من الماضي وعم يجرحك بقلبك اوكي آآ ممكن هذا الانسان ممكن هذا الانسان يسعى الى صلحة او يسعى الى تجديد امور كانت يعني كانو كانت بالماضي ويريد اعادتها آآ وارد جدا انو كنتو متزوجين ويريد ارجع هذه العلاقات الزواج من جديد بس يريد ارجعها بصيغة جديدة بشكل اخر بانو تكون آآ صلحة جيدة فيها تفاوم فيها كتير اشياء جيدة اوكي بالنسبة للك انا عم شوفك حياتك من دون هذا الانسان كان فيها تعب كتير كانو انت تعبت كتير لما بتعاد عنك ممكن كان عم يشيل يعني اذا كنتو متزوجين فهو كان آآ بيعمل اشياء كتيري لما راح من حياتك تعبت كتير عم شوفك فيه مشاقي كانو انت عم تعاني جدا آآ من ابتحاد هذا الانسان وكذلك عم شوفك كل يوم عم تنتظره دائما بتشوف اذا هو آآ بيفكر فيك او لا بسه عم شوفه انو بيفكر فيك لسه بقلبه مشاعر تجاهك عم شوف كدالك على انو هذا الانسان تغير تغير كليا ويريد تغير هذه العلاقة بشكل اخر كأنو عم شوفه يريد احياء هذه العلاقة لا تصبح آآ علاقة منتجة اكتر عم شوفه بالوقت الحالية اخد خطوات لوراء او يعني كأنو عم يمحس آآ قراراته اكثر او يتمهل بقراراته عشان ما يكون في خساري آآ عم شوف كدالك انت عم شوفك تعبين تعبين يا يا برج العبراء من دون هذا الانسان كأنو عم كان عم يمثل آآ كأنو كان عم يمثل للك الكل شي انت عم تشوفه شيء آآ اجابي او نقطة جميلة جدا آآ بحياتك عم تضيق حياتك اوكي كأنو ازا حكيت معه او ازا كان معك بتحس بسعادة عارمة بس لما بيبتعد عنك بتحس انت بضيق بقلبك عم شوف كدالك حتى على انو خطواته القادمة في خطوة بشهر جون معرض جدا انو تكون في خطوة بس هذه الخطوة ما راح تكون بالشكل الذي انت تتوقعه يا برج العذر اوكي ما تتوقع انو انو هذا الانسان ممكن يصالحك بشكل من الرومانسية او يتقدم بشكل من الرومانسية يحكي لك الاشياء التي آآ كان عم يشعر فيها ممكن يجيك بشكل من العصبية وتكون في الشجارات وفي مشاكل لان آآ يصلح الامر بينكم كدالك عم شوف على انو ابو استقبل العلاقة لازم يكون آآ لازم تكون علاقة قوية جدا لازم يعني آآ تستفيد من كل هذا الشيء الذي مضى من مشاكلكم الماضي لا تصلحوا هذه العلاقة لانو عم شوف العلاقة مستقبلة جيد وهي جيدة وهذا الانسان يحمل مشاعر تجاهك يحبك هذا الانسان بحياته ما نساك يريد عودة هذه العلاقة وارجع ممكن تكون متزوجين ويريد ارجعك لحياته آآ هيدا كل شيء سراحة بس حاولوا انو تصلحوا واموركم عم شوف في غموض كدالك يظهر بالعلاقة في هذا الانسان غامض جدا ما عم يبذيء ولا شرارة على انو يعني ممكن يريدك بس هو من جوا يريدك وعم شوف في يعني خطوة الى الامام بالمستقبل من جنوة للاشهر القادمة عم شوف في اشياء رح تحدث بحياتك كمان عم شوف انو هذا الوقت لاش الاستشفاك او الحياة رح تشفيك من من الجروح التي كانت بالماضي عم شوف في شيء سيحصل بحياتك يا برج العدراء سيصلح الامور عم شوف في اصدقاء ممكن سيكونوا صلة وصل بينك وبين هذا الانسان اصلاح الامور بينكم عم شوف كدلك على انو في امور رح تتصلح يعني كأنو في كذا ورأي عم تحكي عن عن الشفاء والاستشفاء والصلحة وعلاج الامر اوكي عم شوف كدلك يا برج العدراء على انو انت عم تتعامل ممكن مع برج الجدي ممكن تتعامل كدلك مع برج التلو عم شوف العقرب العدراء الاسند عم شوف كدلك حتى عم شوف يعني ابراج مائية عم شوف كدلك ابراج ترابية هوائية النار يعني حتى نارية بس يعني يغلب على هذه القراءة البراج المائية والترابية والهوائية بس في ماء في النار بس هذا اللي عم يغلب بهذا القراءة بالنسبة للعذاب عم شوف على انو كأنو انتهيتوا من علاقة اوكي انتهيتوا من علاقة وهذه العلاقة سببت لكم الام سببت لكم جرح واعطتكم اا طاقة سلبية اوكي كأنو صرت عم تفكر بشكل من السلبية وصرت شخص تحس حالك عصبي جدا وسام جدا اوكي كل ما يتحدث معك انسان تلاقي حالك مع الصبب ليش بقى عشان انو العلاقة التي كنت فيها بالماضي يعني سببت لك اوكي عم شوفك بالوقت الحالي ما في علاقة وما في شيء جديد ولا في انسان عم يتقدم اا ولا بيحكي معك عم شوف انو انت لساعتك عم تخوض الاستشفاء الذاتي كأنو عم تشافي حالك من جروح الماضي لساعتك عم تشافي حالك ما عم شو صراحة اشياء جديدة ولا ولا والعلاقات جديدة ولا شخص من الماضي رح يعود ولا شيء عم شوف الوضع العاطفي هيك ركز رح هنطلع هلا بالأوضاع العامة اوكي ممكن في دعاء كنت عم تدعيه yo ميا عم شوفه يتحقق عم شوف في شيء اا كأنو انت كنت دائمان اوكي في شيء كنت عم تنتظره يا برشه العذراء سيتحقق وسيحصل سواء كان علاقة عاطفية سواء كان شراكة عمل سواء كان شيء يتعلق بمشكلة مع شخص آخر إذا إنسان ظلمك أو عملك شيء بحياتك ممكن عمشوف أنه العدالة الربينية تأخذ حقه عمشوف في أوضاع جيدة بالعائلة عمشوفك سعيد مرح عمشوف أنه أنت تشبت أكثر بالعلاقة العاطفية والمراقبة وكذا عمشوفك أنه أنت شاغل بالك بهذا الشهر العلاقة العاطفية عمشوفك ذلك حتى أنه في لمة بالبعيد عمشوف حتى أنه الأوضاع المالية ما راح تكون جيدة تتابه من الخسارة المادية ممكن تكون عمشوفك بهذا الشهر عم تصرف مع الأكثر عمشوفك ذلك حتى أنه أنت أنتبه من كلامك يا برج العضراء عشان ما يجلب لك مشاكل إذا كنت حتى معصاب ما تحاول تحكي لأنه ممكن الكلام راح يجلب لك مشاكل أكبر حاول أكثر تنتبه على العينين تنتبه كذلك على عم يظهر لطاقة الأعين يعني كأنه عيونك عم ترهقها بالبقاء وكذلك عم ترهق عيونك بكثرة المشاهدة التليفزيون وكمان الموبايل حاول أنه ترحم عيونك أكثر بس عم متلا عمشوفك تتوجه حتى بالعلاقات أو بالتاقة العامة عمشوفك مركز أكثر بالعلاقة العاطفية تركيزك كليا بالعلاقة العاطفية وفي شخص يتدخل بحييتك عم يجلب لك مشاكل عمشوف في خطات بالعمال ما عمشوف الأوضاع العملية ركز جدا معك عمشوف في ممكن لبرش العدراء يكون في فرصة عمل عمل جديد هل فرصة العمل انتظارها من مدة طويلة عمشوف في شخص يتدخل بحييت برش العدراء ليعكر صفو دهنه وحياته الطبيعية عمشوف كأنه هذا الانسان دائما عم يجلب له مشاكل وصراعات دائما يبحث عن مشاكل معه ممكن حتى ما يكون شخص يعني تعرفوا هذا الانسان ممكن يكون حدا خافي دائما عم يمكر لإلك انتبه من هيك اشخاص بحييتك برش العدراء ممكن حدا يكون من العائلة أو يسكون معك بالبيت عمشوف كذلك حتى ممكن يكون في سافرة عم تطلق رسائل رسائل تخص العمل رسائل تخص أصدقاء عمشوفك عم تترسل عمشوف في حتى عمشوف في عندك مساريف جدا عندك مساريف تتعلق بالفواتير وكل هذه الأمور شهر تقريبا فيه في نوع من التجديد للطاقة وإصلاح الأمور العالقة بالماضي عمشوف حتى في سافر لأصحاب برش العدراء لكن هذا السفر يجي بسرعة بس عامة الأوضاع يعني عامة لا بأس فيها يا برش العدراء حاول تنتبه أكثر على كما قلت على الأعين على الأرجل على الصاقين واهتم لكلامك ما يكون كلام متسرع عشان ممكن تندم على هذه الأمور هيدا كده الشيء بالنسبة لبرش العدراء بتمنى عليك كل الخير والمسارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر